السلام عليكم اصدقائي. هناك دائما رد فعل جاهز تقريبا من قبل المتدينين عموما. وهو عندما انت تحاول ان تنتقد فيها الدين الموجود. وايضا رجال الدين الموجودين. وسراراتهم وفتاواهم وما الى ذلك. دائما يقول لك الدين بريء من كل ما يحدث. وان سبب تخلف البشر هو البشر انفسهم. وكأن الدين شيء خارج عن البشر ولا علاقة له بالبشر. انما هو كتاب تعليماته. المشكلة ان هذا الكتاب هو كتاب دقيق مئة بالمئة وليس فيه اي خطأ. لكن المشكلة بهؤلاء البشر الذين لا يجدون قراءة هذا الكتاب التعليمات. ولا يجدون بالتالي استعمال انفسهم كاجهزة. يعني البشر هم عبارة بالمظور الديني. هم عبارة عن جهاز مثل موبايل يأتي مع كتاب التعليمات الخاص به. وعليك ان تطبق هذه التعليمات. فنحن بالتالي لسنا بشرا ولسنا ذوات لديها شخصية خاصة. لكل من طبعه وحاجاته وافكاره وظروفه وغاياته وهواجسه. هذه كلها لا علاقة لها بالموضوع. ان هناك كتاب او سلسلة او قائدة او صفيحة اعمال او تعليمات يجب عليك ان تتبعها. عندما تفشل في هذا الامر فعليك ان لا تلوء تلوم هذا الكتاب التعليمات هذا هذا الكتاب صحيح ودقيق بالمئة بالمئة. وان لا فانت ستكون كافر او مرتد او عاصي وما الى ذلك من هذه الاسماء الدينية الجاهزة. بالتالي احنا لسنا اكثر من اجهزة يتم خلقها مع كتاب التعليمات الخاص بها وهذه الاجهزة تتعطل او تفسد او تمارس اعمال خارج نطاق التعليمات. فبالتالي هذه الالات او اللي احنا واحد يعني انا واحد من هذه الالات يجب ان اتبع الدين. وان لا انا اعتبر تخص يتعارض او يعترض على هذه التعليمات. هذا المفهوم الديني السائد الذي يؤكده جميع بالمناسبة هذا ليه. عندما ربما البعض يستغرب انه بهذا الصيغ الموضوع. لكن هذه الحقيقة انه دائما اواجه بمن يقول لي لا تنتقد الدين. الدين بريء من سبب تخلف البشر وهو كذا وهو كذا. ويقدم للادلة اللي هي كلها مستلمين من كتاب التعليمات الذي يتم نشره يوميا على مدى سنوات. بل وعلى مدى قرون بحيث اصبح جزء مندمج مع الذات البشرية. على كل حال لازم نناقش هذا الموضوع انه عندما انت تجي تقول لي انه الدين هو كذا. فهذا راح افسره بطريقتين. اولا التفسير العاطفي والتفسير الثاني التفسير العقلاني. فانت عندما اجاوبك راح ارد على هذا التعليق بانه انت تبرع الدين من هذا الموضوع. فانا اه اتعامل معك بطريقتين. اما انه انت تقول هذا الشيء بدافع عاطفي. ودافع قطيعي انه انت جزء من قطيع تعتبر نفسك. وعليك ان تطيع وتنفذ هذه التعليمات. وتشعر دعما بالذنب الذي يتطلب منك دعا الفرائض الدينية. وايضا اه تقدم الادعية وان تستغفر لذنوبك وما على ذلك باعتبارك التدعالة. اه لديها مشاكل كثيرة ولا بد ان تستغفر من يعني تطلب او تتوسل الدين لان يغفر لها اخطائها. هذا المسألة مهمة جدا بالنسبة المتدينين لانه يعتبر نفسه جهاز او آلة تم ارسالها او خلقها لكي تجيد عملها وانا فان عليها ان تتحمل وزر ما اساءت استخدامه وهو جسدها الذي هو مجرد امان لديه. هذا سبب شوف انتحار ممنوع او حرام او محرم دينيا لانه انت تتصرف في شيء ليس لك. هذا يأكد كلامي بان احنا مجرد آلات وليدها كتاب تعليمات في الزرعينتين. هذا الشخص العاطفي هذا اه خلنا ننحيه جانبا يعني تفسير العاطفي هذا لانه هو شخص جزء من القطيع ولا يستطيع ان تصور نفسه خارج القطيع هو مؤمن ومندمج مع القطيع وجزء من هذا القطيع ولا قيمة له ولا ولا وجد انسان داخل هذا الكائن الذي يدعى انسان انما هو شخص مفرغ من المعنى مفرغ من القيمة مفرغ من كل شيء مجرد يحاول ان يتبع القطيع. الجانب العقلاني الثاني وهو ان هذا انه حاكم هذا الموضوع عقلانيا فنجد بانه الدين ليس بريئا مما يجري وبالعكس هو سبب المشكلة الاساسي هو الدين نفسه لانه لو كان هذا كتاب التعليمات هذا كتاب دقيق وصحيح مئة بالمئة لما يدرج مشاكل هذه الالات التي يعتقد بانه انه اله هذا الدين خلقها وارسلها مع كتاب التعليمات الخاص بها. لو كان هذا كتاب دقيق جدا لما حدثت اي اخطاء. الاخطاء بالتالي ليس سببها الكائن الذي تم انتاجه وخلقه وفقا للمنظور الديني او المؤتقد الديني انما بسبب هذه التعليمات نفسها التي فشلت في صناعة اجهزة صحيحة الايمان وصحيحة البدن والبنية والفكر والعقل وما الى ذلك. فبالتالي العلة عندما انت تصنع سيارة فلا تلوم السيارة على انها لا تجيد عملها او لا تنفذ المطلوب من اذهب الطريقة الصحيحة. لان العلة في العقل الذي صنعها وهو الدين نفسك. انت اطلقت هذه السيارة في العالم او السيارة الدينية ذا صحة التسمية وهذه السيارة اه وضعت ضمن تعليمات علم اصول الفقه. هناك نصوص مقدسة صحيحة مئة بالمئة. هناك صحابة هناك اتباء. هناك حواريين بالنسبة المسيحيين. هاي القصص كلها ادت بالنتيجة الاخل صناعة شيء اسمه اسلام او شيء اسمه دين بشكل مسيحية او شيء اسمه البوذية. لكن بعد ذلك عندما يحدث اخفاق او انت الذي صنعتها انت الذي وضعت في داخلها الروح او الطاقة التي تجعلها تتحرك. فبالتالي هو مجرد تهرب من مواجهة الواقع وهذا الجبن يعني قمة الجبن وقمة التخاذل وقمة يعني استهتار بما كل ما هو انساني واستهتار بمستقبل انسان نفسه وحتى بقيمته مع نفسه وقيمته قيمة اهله وقيمة علاقاته مع الاخرين. اه كل هاي المسائل هي لها علاقة بالموضوع ومن اجل ماذا من اجل ان نقول ان هذا كتاب التعليمات او الدين المرسل من لا نعرف من اين. هذا هو صحيح مئة بالمئة. ومسألة تملق سادج دفع الثمنة الشعوب شكل هائل. واصف علاقاته معشرا.